حول المشروع التمهيدي للدستور المعدل رغم إجراءات الوقاية من الوباء التي تحد من حريط التنقل والاجتماع يؤكد حاجة البلاد الماسة إلى دستور توافقي يؤسس لمرحلة جديدة عابرة للعهدات وليست على مقاس الأشخاص ولا على مقاس الأحزاب وبما أن بلغ هذه الغاية يمر حتما عبر توسيع قاعدة المناقشة إلى جميع الشرائح الاجتماعية عبر ممثليها وتجاوب مع طلب العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والشخصيات الوطنية يجري دراسة إمكانية التمديد لحملة النقاش والشرح بفطرة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل للمنتظر ثمرة أوسع توافق وطني يمكن يستجيب لحاجة البلاد الملحة والمستعجلة إلى مؤسسات المنتخبة حقاً تحت راية بيان أول نوفمبر 54 لبناء الجمهورية الجديدة بما يعزز مكونات الهوية الوطنية الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية وأؤكد لكم أن كل الاقتراحات والتعديلات مرحب بها وأن رئيس الجمهورية هو الضامن للأخذ بها من طرف اللجنة في إطار تعزيز ما يجمع الأمة ويوحدها في كل الأحوال الكلمة الأخيرة تعود للشعب